كيف تجنبت دولة كوريا الشمالية عاصفة فيروس كورونا حتى الآن بدأ فيروس كورونا في الصين وتفشى في القارات كلها وفي مجموع ربوع العالم لكن أقرب دولة إلى بكين نجت من هذا الفيروس فيما يبدو حتى الآن من إعصار الفيروس المميت ولم تعلن دولة كوريا الشمالية حتى الآن عن أي إصابة بفيروس كورونا علما بأنه لا يمكن التيقن أو التثبت بشكل قاطع من المعلومات الواردة والمصربة من بيونج يانج بسبب الرقابة الصارمة على المعلومات وعلى وسائل الإعلام ويبدو أن هناك عدة أسباب دفعت نحو خلو الدولة الشيوعية المنعزلة كوريا الشمالية حتى الآن من المصابين فبحسب تقارير إعلامية صرح نائب وزير الصحة العامة في كوريا الشمالية بأن البلاد ستبقي جميع المطارات مغلقة والحدود مغلقة حتى إيجاد علاج للفيروس ويظهر هذا التصريح جانبا من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها العاصمة بيونج يانج منذ بداية تفشي الفيروس قبل نحو شهرين وأطلقت كوريا الشمالية حملة لمكافحة الفيروس تتمثل في زيارات إجبارية إلى المنازل للتحقق من صحة السكان أو إرسال شاحنات في جوالات للتذكير عبر مكبرات للصوت بإرشادات النظافة ودعوة المواطنين للطاعة المطلقة لإرشادات السلطات الصحية ومددت السلطات الصحية إجازة الشتاء بالنسبة للأطفال في المدارس وقبل أيام فرضت السلطات حظرا مؤقتا على تشغيل المرافق العامة في البلاد ومن بين الإجراءات المشددة التي فرضتها كوريا الشمالية وضع الأشخاص الأجانب الذين يريدون زيارتها في الحجر الصحي لمدة ثلاثين يوما وليس أسبوعين أو عشرين يوما كما تعتمد باقي الدول بحسب معلومات موقع نورث كوريا نيوز المتخصص في شأن الدولة الشيوعية كوريا الشمالية ليست بالأساس دولة سياحية ولا تجدب الآخرين لزيارتها بسبب نظامها السياسي وحدودها الجنوبية المغلقة رسميا منذ عقود وبعد ظهور فيروس كورونا مباشرة أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين وروسيا إلى أجل غير محدود ونقلت وكالة فرانس بريس عن محللين وديبلوماسيين قولهم إن خطوة غلق الحدود أفضل وسيلة للوقاية ولحماية كوريا الشمالية من وباء الفيروس نظرا لضعف نظامها الصحي ولا يوجد أصلا الكثير من الأجانب والسياح داخل كوريا الشمالية وحتى البعثات الدبلوماسية الموجودة في بيونج يانج من سفارات وقنصليات فرضت عليها المزيد من القيود إذ منع أفرادها من التواصل مع المواطنين الكوريين الشماليين أو مغادرات أماكن عملهم أو سكنهم وكل شيء يدار بالمكالمات الهاتفية فقط فكل الدبلوماسيين الذين يشتغلون في سفارات أو قنصليات أجنبية يجب عليهم الابتعاد بتاتا عن المواطنين الكوريين الشماليين وقال السفير الروسي لداب يونج يونج أليكساندر ماتسيغور أنه لا يسمح لموظفي السفارة بالمغادرة إلا من أجل إلقاء القمامة ويسارع الخبراء الكوريون إلى تطهير مركبة السفارة التي نقلت القمامة بحسب وكالة طاس وحتى قبل كورونا لم يكن بوسع مواطن كوريا الشمالية السفر بحرية داخل بلادهم ناهيك عن السفر إلى الخارج لأن السلطات تسيطر على حركة الأشخاص بأشكال مختلفة عبر تصريحات للسفر وتسجيل الإقامة وعلى سبيل المثال يجب على أولئك الراغبين في زيارة العاصمة بيونج يونج من خارجها من مدن أخرى الحصول على موافقة خاصة طبقا لموقع كي بي أس الكوريا الجنوبي ويعيش معظم سكان كوريا الشمالية في مدنهما والمناطق المجاورة طوال حياتهم باستثناء بعض المناسبات الخاصة مثل الذهاب إلى مؤسسات التعليم العالي والخدمة في الجيش أو الزواج وقال سكوت سنايدر الباحث المتخصص في شؤون كوريا الشمالية لدى مجلس العلاقات الخارجية في أمريكا أن بيونج يونج تعتبر فيروس كورونا مسألة بقاء ومسألة حياة وأضف سنايدر في مقال نشره في مجلة فوربس الأمريكية أن كوريا الشمالية تحركت سريعا وأغلقت الحدود تفاديا لتفشي الفيروس واعتبر أن كورونا في حال انتشاره لكوريا الشمالية سيعد تهديدا وجوديا للدولة التي تشهد ترديا في نظامها الصحة العامة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها